جذب استثمارات أجنبية مباشرة مئة مليار دولار حتى عام تلاتين ست سنوات على فكرة تلاتين دي بكرة تلاتين مع زي بقولك كده بكرة التفاوض خلي بالك النقطة دي مهمة قوي أنا بقول لكم يعني في مجموعة عناوين مهمة جدا مهمة قوي تبقوا حضراتك جافرنا من الأول التفاوض مع الدول الدائنة لمبادلة ديونها بحصص ملكية ببعض الشركات الدولة بالسعر العادل مما سيؤدي لتحويل 38% من الديون الخارجية لمصر إلى ستسمرات يعني الدول اللي لها فلوس عندنا وليها ديون عندنا وشركات كبيرة أو صناديق كبيرة لها فلوس في ديون علينا ديون خارجي اللي هو معرفش مئة وكم مليار مئة وستين ولا مئة وستين مليار دولار طي بتعمل ايه؟ في اقتراح أنه تتفاوض مع هذه الدول أو هذه المؤسسات وتقولهم اتفضلوا حضرتك تعالى عندي شركات أنا موجودة عندي اتفضل خد حاجات منها جزء منها مساهمات منها ملكية من هذه الشركات والديون بتاعتك بدل ما هي ديون تبقى استثمار وبالتالي أن انت تقدر تصل إلى 38% من حجم الدين بتاعتك تقدر تكون تتحول من دين إلى استثمار جوة مصر بقول لكم لو ده كل بند من دول عايز أفكار وعايز شغل ولو حصل ده بقول لها هاكم في نقلة لو حصل أنا بقول يا رب يا رب يعني خليه بقى عندنا أمل بتكلم كمان على تأسيس شركة للتأجير وتصدير العقارات في مصر بالدولار تحقق عوائد ما بين 2 إلى 3 مليار دولار دي حاجة جديدة كل ده جديد يعني كل اللي بقول لها حضرتك عليه ده جديد ده حاجات جديدة كلها أرقام جديدة مش موجودة ولكن بقول لها لأنها لأول مرة تتقال إطلاق برنامج قومي للاستفادة من سرواتنا المعدنية لتقليل فاتورة الاستيراد بحوالي 25 مليار دولار كلام مهم جدا أول مرة وسقة رسمية بتتكلم على تراجع قيمة الجنية أمام الدولار أكتر من 60% أول مرة حد يطلع كده وسقة رسمية زي دي قول لك الجنية طبعا الدينية كلها عارفة وكل مواطن عارف الجنية بقى وضعه إيه وظروفه إيه ولكن وسقة رسمية النهاردة بتتكلم على تراجع قيمة الجنية المصري أمام الدولار بما يزيد عن 60% ده أيضا أمر مهم إنه يبقى فوسقة رسمية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وده خبر أيضا جديد حتى شهر يونيو القادم شهر إيه؟ ستة القادم بكام تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية اللي هو السمراره من حصص بين 25% من الأصول المملوكة للدولة حتى شهر يونيو القادم 24% بقيمة 5 مليار دولار خلاص عندنا دلوقتي معلومة وخبر مهم موجود كواثيقة رسمية بيقول إنه عندنا طروحات جديدة بـ 5 مليار دولار